بعد التوازن العسكري الذي فرضته ظروف محلية وإقليمية وكسر مشروع العدوان، تعود مجدداً عجلة الانتخابات المحلية من بوابة بلديات الرجبان والزاوية الغرب بعد نجاح انتخابات بلديات مصراتة واغات والزاوية الجنوب وكككلا وجادو وكباو. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات البلدية فإن بلديات أخرى مستهدفة كذلك لإجراء الحدث الانتخابي مطلع العام القادم وعلى رأسها بلدية طرابلس المركز. بالإضافة إلى زليتن والقربولي وتجورة واسواني بن يادم وحي الأندلس وقصر الخيار في يناير المقبل. نسبة المشاركة في بلدية الزاوية الغرب 32% وكذلك نسبة المشاركة في بلدية الرجبان 27% الانتخابات البلدية تأتي في ظل انتهاء الولاية القانونية لأغلب المجالس البلدية في عموم البلاد وعدم قدرة اللجنة المركزية على إجراء العملية الانتخابية جراء الانقسام السياسي والمؤسسي وسوء الظروف الأمنية. صندوق الانتخابات بشقيه المحلي المتعلق بالبلاديات أو العام المتعلق بإعادة تشكيل السلطة السياسية يبدو أنه المسار الذي ستمضي نحوه البلاد لإرساء تجربتها الديمقراطية وبناء شرعيات تحتكم إلى أصوات الناس لا إلى صندوق الذخيرة ومنطق القوة. اشتركوا في القناة